اثنين بالقياس ليش ما يكونش الرب الجليل اللي قالت سماواته أرضه أتينا طائعين ما يكون بكرمه لأنه هذه علامة الكرم وعلامة ماذا؟ الغناء لأنه غني ولأنه كريم مستغل عنه قوة لا تضر يعني ولا تزيد ولا تنقص ولا إله إلا هو لأنه غني ولأنه كريم أعطى الوجود نفسه حرية أيضاً أعطى الوجود نفسه حرية يعني الحياة نفسها اللايف عنده حرية وبدليل عاد ستقول لي وين جبت هذه النظرية تبعتك هذه الهرتوقية ها الهرتك هذه جبت النظرية هذه من واقائها اللي بنشوفها كل يوم مش قلنا بلد بعين واحدة بموت بعد يومين الطفل ولا مستحيح وبلدي برسين وإيديه طلعات من هنا ورجلية صغيرها القدي وبعضهم موت وبعضهم بعيش وكثير كائنات جاءت على الأرض وانقرضت بسرعة لأنها نمت نمواً غير إيش متلائم مع التكيف ضرت حالها هذا صح والغلط كان يعني حصل ألوف الأمثل على ذلك في عندك أنواع من إيه من الكركدان هذا بطلع الخرن تبعه هذا بذلك ما ظلوا ضلوا قدام بلف لورا بلف بلف بدخلوا في راسه بظلوا داخل عبر السنوات يقتلوه في الدماغ شو تقول لي هذا شيء ما شاء الله بيرفكت بيرفكت هذا ممتاز ولا فيه هنا خطأ في مشاكل هنا صارت صح أو لا إذا الأنومياء كل أنواع التشوهات الخلقية في الأجنة والوالدة هي نوع من إيش من الخروج على السوية من القانون الدائمي كذلك يحصل هذا في النباتات وفي الأشجار وفي الحيوانات وفي الأنواع الحيوانية ولا من صحيح موجود إذا بدأت تفسروا أن الله شاء يخلقه مباشرة هيك ما هناك مشكلة بس سيقع في شغلة غير اتساقية إحنا اتفقنا قابل ساعتين صنف نتكلم ساعتين اتفقنا قابل ساعتين أن الله يفعل بماذا بالقوانين والمصحيح لا يفعل شيء مباشرة أنت لماذا تخربط حالك وفعل الله بالقوانين وإذا بدك أنت مباشرة أنت حر لكن نتيجته هيها تشوهات خلقية أوضاع غير ملائمة أحوال غير تكيفية كلها تؤهل كائل للانقراض والهلاك موجودة تعم الأرض موجود كثير هذه ما أحد يستطيع أن ينكرها ما أحد يستطيع أن ينكرها أحد يقولي صح فسواء كان هذا بخلق إلهي مباشر أو عن طريق القانون لكن ماذا تشوفه أكثر اتساقية أن يكون عن طريق القانون لأن الله شاء لهذا القانون أن يجرب عنده حرية يجرب جرب حظك ستنجح مرات كثيرة وتفشل أيضا مرات فنجح انتخاب وبفشل ونجح وكثيرا وعندنا سجل بالنجاحات وسل أيضا بالفشل هذا مراد لله تبارك وتعالى كما تنسى الأنالوغي هذا كما تنسى التمثيل هذا القياس كما خرقك هو أعطاك حرية وبحرية لأنك دمرت العالم وتدمر نفسك وتكفر أعطي الحياة حرية وتجرب وتصيب وتخيب وتصيب وتخيب شوف هذه المعلومة الصادمة في برينستان من أساتذة كبار واحد اسمه جون كونوي والثاني اسمه سايمون كوهين أساتذة الرياضيات الآن عايشين أنا نزلت بحثهم سبع صفحات بحث اسمه اسمه مبرهنة الإرادة الحرة الصلبة تعرفوا هذا البحث الرياضي عن ما يتحدث يحاجج الأساتذة في الرياضيات في أن الإلكترونات في الظرات عندها في ريول عنده حرية إرادة حرية إرادة معناه هذا خدم ما ذكرت لكم قبل ساعتين أن الوجود كله له لون ماذا؟ الدراك وواعي وشعور يليق بكل رتبة وجودية في جامعة برينستن أساتذة الرياضيات اثنين يقولوا أن الإلكترونات عنده حرية إرادة آه حرية إرادة اكتبها ستجدها ستجدها سبع صفحات بديف مبرهنة الإرادة الحرة الصلبة هي ضيات لماذا لا يكون الجليل لها لو ما قلت لكم فعلا أعطى خلقه كلهم حرية آخر نقطة عادة لها علاقة بالحرية هذه نحن حين أحرار هل أنا حر إني أخرق الأرض يلا أضرب رجل وهيك وأطلع من الجهة الثانية مقدر إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال هل أنا حر أضغط على زر هك أصير طول جبل مش حتى هولك لا مش حر هل أنا حر أرفف بديك أطير لا تقدرش طب كيف أنا حر زي ما قلنا مرة ثانية كل ما عدا الله يبقى مقدرا ومحدودا وحريتك مقدرة ومحدودا ما في شيء مطلق أنت منت مطلق ولا حريتك مطلقة لكن هذا لا ينفي حريتك حتما أنت حر لكن الحرية بالمعنى الهيغلي فهيغل إشقال قال الحرية في جوهرها تحديد ذاتي صح تحديد ذاتي فبمعنى إيش أنه الله أوجدك أعطاك إمكانيات وصلاحيات ولياقات تستطيع بها أن تنطلق من هنا إلى هناك لكن قال لك إذا انطلقت إلى هناك فأنت ملوم وإذا انطلقت بها إلى هنا فأنت مثوب لكن عندك الحرية تنطلق إلى هنا وتنطلق إلى هنا بإيدك هذه تقدر تمسع عراسة تقدر تصفعه كفا على وجهه وشوفنا البصفع والأيتام والمصحيح تقدر تقدر اثنين لكن في نهاية المطاف ليست حرية مطلقة هي حرية ضمن إيش إمكاناتك ولياقاتك ضمن مؤهلاتك نفس الشيء الحياة 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 مش حرية عندها مطلقة لا هي حرة لكن ضمنها برضو حدود محددة ومقدرة مثل حرية الإنسان وسبحان الله مثل ما الإنسان بجرب وروحه بيجي ويحسن ويسيء ويؤمن ويكفر ويتشكك ويرتاب الحياة نفس الشيء بتروح ويجي وتغلط وتصيب وتصلي حالها وتزبط حالها وتسمكر حالها تسموها تطورين تعمل سمكرة شيء جميل ستقول لي والله هذا النموذج أنا شايفه مبدئيا معجب صح ولا ومقبول لماذا لا يكون فعلا الرب الجليل أوجد الحياة وأعطاها ماذا أعطاها حرية كما أعطى الكائنة حرية وتقول لي رياضيين يحكوا أنه حتى الالكترونت عندنا حرية لا إله إلا الله لأنه هذا الرب الكريم هو نبع الجود ولا ما الصحيح ولأنه أيضا نبع الجود وهو غني الغنى المطلق أنت على فكرة لما تكون تشتيئ مفتقر إلى أحد هل تقدر تعطيه حرية أكبر أو حرية أقل حرية أقل صح؟ أنت نحين مليار دير مليار دير وتحتاج سواج شوك فيك على أقل ثمان ساعات متواصل تحتاجه أنت بغض النظر تقدر توظف ألف سواق بس هذا السواق أي أن كان أنت بتحتاجه عشان يسوق فيك وقد لا تكون تحسن القيادة إذا حركتك كثيرة وبتحتاجه كثيرا ستعطيه مدى تحرك كثير ضيق ولا مصحيح وتقول له ممنوع تغيب عني ماكسما أكثر من ربع ساعة أكثر شيء تغيب ربع ساعة جداولي وظروفي لا تسمع لأنها تأخر على أي موعد إلي كرجل الأعمال أكثر من ربع ساعة تروح تم على أي حاجة روح ما عندي مشكلة بس ربع ساعة تكون هنا دائما لأنك أنت غير مستغل تعلقك الشديد بهذا أعلمت ماذا؟ الاحتياج الرب محتاج ولا غني غني مطلقا غني غني مطلقا لذلك المفروض أنه يسمح لخلقي بماذا بهامش من الحرية محترمة ستقول لي مدام هيك على كلامك يا متفلسفة ليش ما يعطيهاش حرية مطلقة والجواب سهل بردد اليوم للمرة الثالثة العلّة ليست من الفاعل العلّة من القابل وهل أنت مطلق عشان تأخذ المطلق ما بفعل أنت مش مطلق يعني حتى لو الله بده أعطيك المطلق أنا ما بسحش طبعا أنت لا يليق بك المطلق لأنه مش مطلق أنت محدود محدود في الزمان محدود في المكان محدود في اللياقات في القدر في كل شيء شكرا